نخش في الكورة الحلو بقى حاجت معي النهاردة والإسماعيلي فايق والإسماعيلي كذبان مطشين وراء بعض أوه صحيح لسه المشور طويل ولسه فيه كلام كتير عن الإسماعيلي بس هو يعني الإسماعيلي تنفس أخينا لا هو ما فيه شك إن الإسماعيلي مر بمرحلة صعبة جدا وما زال بيمر بمرحلة اللي جاي أصعب لكن لما نيجي نفكر فيها هو الإسماعيلي وصل لمرحلة دي إزاي ما فيه شك إن تراكمات كتيرة جدا وأخطاء كتيرة جدا حدثت في النادي الإسماعيلي بداية من بيع اللاعبين المميزين وعدم استقطاب اللاعبين بنفس الكفاءة صحيح فده بيعطينا انتباع طب أنا عايز أنافس طب أنا نافس إزاي وأنا ببيع اللاعبتي للمنافس مزبوط فوضع طبيعي إن المستوى بيقل شوية شوية لغاية ما وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها وده عمل ردة فعل قوية جدا عند الجمهور الإسماعيلي فريق جماهيري شعبي صعب جدا إن تحكمه إدارة ضعيفة لأن الجماهير جماهير الكرة في الإسماعيلية وجماهير الكرة المحبة للنادي الإسماعيلي في مصر صح بصفة عامة حقيقة صحيح مش إسماعيلية بس طبعا مش إسماعيلية بس وده قسم مشترك بين الجماهير والنادي الإسماعيلي إن فيه حب جماعي موجود في مصر كلها لهذا الفريق فدائما الإسماعيلي تحت المنظار جماهيريا فبالتالي أي خطأ يقع فيه إداريا أو حتى فنيا ردة الفعل تبقى قوية جدا وعشان كده أنا أقول إيه الإسماعيلي ده زي سهم البرصة سهم البرصة أحيانا إذا كانت الأصول بتاعته ضعيفة لما بيقع بيقع صحيح لكن الإسماعيلي سهم برصة لكن أصوله قوية أصوله قوية من ناحية تاريخية أصوله قوية من ناحية العطاءات أصوله قوية من ناحية فنياته لأنه أعطى منتخب مصر مواهب كتيرة على مدار السنين اللي فاتت صحيح ده كلها أصول صحيح أصول متحركة وبالتالي صعب جدا لما سهم اللي هو النادي الإسماعيلي ذو الأصول القوية أنه هو يقع هو بينزل ونزل لأدنى درجات أو مستويات مستوياته كسهم كفريقة لكن قانون الحياة بيقول إيه أنه ما فيش ناس بتخسر على طول وما فيش ناس بتكسب على طول الإسماعيلي خسر كتير لكن هو وقف عند مرحلة من المراحل لأن الخسارة بتاعته أنه وصل توداب بوتين يعني لأدنى مستوياته هتبقى نقطة انطلاقه صحيح طب حراك في وسط كلامك كنت تتكلم عن الإسماعيلي الليد ده كتير للكرة المصرية الليد ده كتير لمنتخب مصرية ده مواهب عظيمة في تاريخ منتخب مصر وفي الكرة المصرية بشكل عام ليه الإسماعيلي ما بقى الشيط دي يعني حتى لو على النتائج على مستوى النتائج النتائج متراجعة مش زي ما حركت قلت ظروف إدارية وظروف وخلافه لكن المواهب المواهب دي مفروض تبقى الإسماعيلي طويل الوقت يطلع مواهب شوف يا كريم لما أجأتكلم على المواهبة فلازم نقتنع أو على الأقل نبقى متفقين أن المواهب قلت في الكرة المصرية بصفة عامة هاخد نادي الإسماعيلي كحالة صحيح أنا قلت لحدك أن الإسماعيلي لعبي المميزين للأسف الشديد على مر السنوات الماضية بالنسبة لتعاقب الإدارات لما كان عنده مشكلة مادية فأسهل حاجة عنده أنه يبيع لعب مميز اللي هو اللاعب الموهوب فبالتالي بيحصل دروب تدريجيا دي أحد الأسباب اللي أنا بسميها internal problem دي مشكلة داخلية داخل النادي الإسماعيلي ولكن إيه المشاكل الخارجية مشاكل الخارجية أن فجأة الكرة المصرية أصبحت تلفز الأندية الشعبية الجماهرية بطريقة أو بأخرى ودي على فكرة نقطة يعني علامة استفهام كبيرة جدا لابد أن احنا نبتدي نفكر فيها ونفكر بمصداقية هو إيه الهدف من كرة القدم تمام الفيفا بيقول لك الاتحادات الأهلية أهم أهداف هذه الاتحادات هي انتشار لعبة كرة القدم وتطورها طيب تعال بقى عندنا احنا هنا في مصر لو أنت فكرت فيها بطريقة منطقية القاهرة بس فيها أكثر من 12 نادي بخلاف 6 أو 7 عندية في المحافظات التانية من نحية المنطقية هذا خطأ بكل المقاييس ليه؟ لأننا النهاردة بتكلم على قاعدة جماهرية كبيرة جدا بحرمها بالتدريج من أنية شارك في انتشار لعبة كرة القدم وبالتالي ظهور طبقات جديدة أو فرق جديدة من في المجتمع عندنا ليست لها أي قواعد أي ليست لها أي قاعدة جماهرية ترجمة نانسي قنقر